تحديث رائع من شلي لشلي والدس بلي الآن صارت تدعم الهوم أسيستن وصار بإمكاننا نشوف كاميرات المراقبة على هاي الشاشة بالإضافة إلى مستويات خزانات الماء في المنزل وحتى بإمكاننا نتابع استهلاك الكهرباء في المنزل على الشاشة مباشرة وهذا كله يعتبر ميزة إضافية بدون تغيير ألية عمل الشاشة السابقة السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة ويسمارت اليوم موضوعنا عن طريقة عمل هذا التحديث الرائع هذا التحديث رقمه 2.3 لو دخلنا على التطبيق شلي لن نجد هذا التحديث موجود على التطبيق وعشان نستطيع نعمل هذا التحديث رح ندخل على سيتنغ ومن سيتنغ على ديفايس انفورميشن وبعدها رح نضغط على اي بي ادرس الخاص بالجهاز ومن خلال الويب يو اي بإمكاننا أيضا نروح على سيتنغ وبعدها على فيرموير ابديت ومن هناك رح نجد التحديث اللي رقمه 2.3 طبعا هذا الكلام وقتصوير هذا الفيديو إذا وجدتوا 2.3 موجود داخل التطبيق ما في داعي ندخل على الويب يو اي أو طبعا أي رقم أعلى من 2.3 يعتبر انه هذا التحديث مشمول فيه الآن خلينا نرجع للشيلي والدسبلي في عندنا كمان تحديث إضافي رح نعمله من خلال الشاشة رح ندخل على الشاشة وبعدها على سيتنغ ومن سيتنغ على نتورك وبعدها رح نروح على هوم أسيستنط رح يطلب مننا نعمل تحديث ورح نختار يس ورح ننتظر انتهاء هذا التحديث بعد الانتهاء من التحديث وعادة تشغيل الشاشة رح نرجع مرة تانية ندخل على سيتنغ ومن سيتنغ على نتورك كمان مرة على الهوم أسيستنط مباشرة رح يعمل أوتو ديسكفر للسيربر الموجود عليه الهوم أسيستنط طبعا إذا ما ظهر الهوم أسيستنط بشكل أوتوماتيكي بيمكن ندخل معلومات الـ IP والبورت بشكل يدوي والان رح نعمل تقل للسويتش الموجود بجانب اسم السيربر ورح نعمل سيف رح تعمل الشاشة ريستارت ورح يكون الهوم أسيستنط جاهز على الشاشة الآن قبل ما نعمل لوج إن على هاي الشاشة خلينا نعمل يوزر مخصص لإلها عشان تظهر معانا بالفول سكرين وما يكون فيه اللي هو التوب بار والسايد بار خلينا نروح الكمبيوتر عشان نكمل الإعدادات ونعمل داشبورد خاصة مع يوزر خاص لهاي الشاشة أنا عملت داشبورد بشكل مسبق عليها الـ Water Level فقط وسميتها Shelly World Display وعشان نظهر هاي الداشبورد على Shelly World Display بالفول سكرين لازم ننزل إشي اسمه Q-Sick Mode وهذا الـ Q-Sick Mode بنستطيع تنزيله عن طريق الـ Store اللي هو اللي اسمه الـ Hacks طبعا هذا فيه له فيديوهات عديدة على اليوتيوب عن طريقة إضافته على الـ Home Assistant ما رح ندخل في هذا الموضوع لكن لازم ننزل الـ Q-Sick Mode من الـ Hacks عشان نستطيع نفعل أو نخفي الـ Sidebar والـ Top Bar بعد إضافة الـ Q-Sick Mode عن طريق الـ Hacks رح ندخل على الداشبورد اللي احنا عملناها خاصة بهاي الشاشة رح نضخط على صورة القلم على اليمين على الـ Edit وبعدها رح نضغط على Ra وفي هاي الصفحة رح نضغط Enter لفتح سطر جديد وبعدها رح نعمل Paste لهذه الخمس سطور واللي هي بتعني إنه إحنا رح نخفي الـ Sidebar والـ Top Bar لأي شخص لا يحمل صفة Admin ودخل على هاي الداشبورد والآن تبقى علينا أعداد واحد بسيط واللي هو إنه رح نضيف يوزر مخصص لهذه الداشبورد رح نروح على Sitting وبعدها على People ورح نختار اسم لهذا الشخص أو لهذا اليوزر رح أسميها Shelly World Display وبعدها رح نختار Password لهذا اليوزر ورح نفعل إنه هذا اليوزر يدخل فقط Locally وإنه Non Admin User وبعدها رح نضغط Create وكمان مرة Create وهيك إحنا منكون جاهزين للدخول من خلال شاشة Shelly World Display والآن لو رجعنا للشاشة رح ندخل اليوزرنم والباسورد اللي عملناهم لليوزر لإسمه Shelly World Display على الشاشة مباشرة أول ما ندخلهم رح يدخل معنا على Home Assistant على Default Dashboard وهي Default Dashboard رح يظهر عنا فيها Top Bar وعشان نخفي التوب بار رح نحول مباشرة على الداشبورد اللي عملناها اللي سميناها Shelly World Display مباشرة رح يخطر في التوب بار والسايد بار ترجمة نانسي قنقر